طبعاً كابتن محمود الخطيب كان في كلامه تشديد على أنه لعبت الأهلي بتقع عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم زي ما احنا قلنا وأنه النادي الأهلي بيدعم منظومة الفريق علشان يحقق أحلام وطموحات كل الأهلوية هو ده الهدف تأكيداً على الكلام اللي احنا لسه كنا نتكلم فيه من شوية فالنهارده كابتن واق الجمعة واق الجمعة ده واحد من الرموز يعني الكبيرة الكبار واحد من اللي حققه بطولات غالية جداً علينا النهارده كان بيقول كلام مهم جداً على حسابه الرسمي زي ما حضراتكم شايفين على تويتر النهارده قال أو أكد يعني أن القلعة الحمراء ليها أهداف تختلف عن جميع الأندية وأنه النادي الأهلي بالرغم من خسرته القم مبارح برضو ما زال متربع على قمة مسابقة الدوري وقال نصاً كده قال صباح الخير دايماً الأهلي تحت الضغط لو فاكر أن الحياة في الأهلي وردية وجميلة تبقى ما تعرفش يعني إيه الأهلي سواء مسؤول أو لاعب أو عامل أو مشجع قال كمان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة الأهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطة وشوف النز علىنا إزاي هدفنا غير هدفكم خالص اللي حصل مبارح بيفوقنا وبيصحينا للجاي وكلنا معاك أهلي طبعاً ده كلام لناس كتير قوي أو رسالة لناس كتير قوي اللي بيفهم بقى يفهم مجد السطور أنا عايز أركز يعني عايز أركز على هو ده اللي بيفوقنا ويمكن حابل حتى ما نقرأ التويتر بتاعتها الجمعة إحساس اللعيب وزي ما قلت لكم هو ده اللي بيفوقنا أنه ممكن جداً يكون فيه مطش بنخسره خاصة من مطشات النادي الزمالك هو ده اللي بدينا الدافع للفترة اللي جاية إن شاء الله شكراً لكم